بعد أربع سنوات من الحرب باتت البلاد أشبه بسجن كبير بعد أن تضاعفت معاناة الملايين من المواطنين جراء عدم قدرة الحكومة الشرعية على إيجاد حلول لأزمة إصدار جوازات السفر أزمة تحكي في تفاصيلها الكثير من علامات التساؤل عن دور الحكومة الشرعية في إيجاد حل للأزمة التي باتت تعيق حركة وحياة الكثير من المسافرين خارج البلاد سواء للعلاج أو للدراسة منع الحكومة الشرعية عملية إصدار الجوازات من مناطق الميليشيا لم يقابله حل للمشكلة بل تجاهل لها وهو أمر أرجعه مراقبون إلى حالة الفساد التي تغرق فيها إدارة مصلحة الجوازات خاصة منع الحكومة الشرعية عملية إصدار الجوازات من مناطق الميليشيا لم يقابله حل للمشكلة بل تجاهل لها وهو أمر أرجعه مراقبون إلى حالة الفساد التي تغرق فيها إدارة مصلحة الجوازات خاصة بعد تشكل سوق سوداء لبيع الجوازات بتكلفة عالية وصل سعرها إلى الألف دولار وترجع مصلحة الهجرة والجوازات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عدم قدرتها على إصدار جوازات السفر إلى نفاذ الدفاتر وأمور فنية ومالية مضطرها إلى إيقاف إصدار الجوازات منوهة إلى وصول أعداد من الدفاتر خلال أيام إذن أربع سنوات من الحرب عاشت البلاد فيها حصارا بريا وجويا وبحريا من قبل التحالف إلا أن حصارا آخر الآن باتت تفرضه الحكومة الشرعية على مواطنيها بعد أن فشلت في تأمين إصدار جواز لمواطنيها وهو الأمر الذي يضعها أمام تساؤلات عديدة حول قدرتها على تأمين باقي الخدمات والسعادة مؤسسات الدولة كليا